طيب خليفة ومحمود هبدأ معاكم الأول أما نخش في المجموعات اللي هنتكلم عنها في منتخم مصر منتخم مصر مباراة أمام موزنبيق وكلنا بدون تشكيلات يعني كلنا بدون أمنياتنا وفيطوريا هو اللي بيشوف الصحة وبيعمله تمام انت رأيك منتخم مصر مباراة موزنبيق يبدأ بتشكيله عاملة زي وحنا منتكلم فيه الحمد لله الحمد لله وفرة جيدة من اللاعبين عايزين أنا عايز أقولك إن فيه لعيبة هتبقى في رأيي أنا تشكيل ثابت طول البطولة وفيه لعيبة مراكز هتختلف على حسب نتيجة الماتش وانا عايز يمن الماتش حسب قوة المنافس ونتيجة الماتش ممكن يبقى منافس قوي وانا راح أطرد النتيجة وممكن منافس أنا راح نازل من أول دقيقة أضغط واكسب هاي هم حاروا لك بص على طول الناس لذيذة موزنبيقا راح أعمل ايه في الماتش افتتاح بداية انا راح أعمل ايه في الماتش موزنبيقا أنا لازل أكسب واكسب سكور حيلا عشان أنا ممكن أحتاج فرق الأهداف ده بعد كده في الحزبة بين غانا وكاف فيردي لأنه منتخبين مثلا فلازم رسالة فيبقى في رأيي أنا الاختيارات المنطقية طبعا الشناوي ده مكمل معنا طول البطولة عب منعم وحجازي بإذن الله أنا قصدي يعني فهي متاحين هي دي الاختيارات سواء بتلعب غانا سواء بتلعب موزنبيق سواء بتلعب السنغال فهو الشناوي حجازي عب منعم الأخير العمر كمال بما أن فيه ممكن إصابة فخلينا نبدأ بمحمد هاني أنا أفضل فتوح على محمد حمدي لسبب أن أنا رايح أكسب موزنبيق السلاسة الوسط هو ده دايما اللي حيب أختلافه منتخب مصر يعني السلاسة الأمامي مكتفئين جميعا صلاح مصطفى محمد تريزيجيه وعمر مرموش موجود وطبعا الأوراق التانية كتبديلات كهرباء ولكن سلاسة الوسط أنا رأي هي المرونة في منتخب مصر هي اللي تختلف من مباراة المباراة في مباراة موزنبيق أنا أختار التمانيتين بتوعي إمام وزيزو اللي هم أكتر تمانيتين بيهجبوا أوضح بس حاجة أن الصورة دي أنه إنني بيبقى ستة وإمام عشور وزيزو جمي بعض ما تبقاش بالشكل ده بالزبط لا أنا أقضي إنني الستة وإمام شمال وزيزو يمين علشان زيزو ياخد الجناح اليمين أشبه بجناح يمين وصلاح يخش في العمر إنما أمام يلعب في قلب الملعب وإن استفاد من قدرته يبقى ناحية الشمال ويخش الجوة يستفاد من قدرته في التزديد ممكن مباراة تقانية وغانا نبتدي بقى نفكر في حمدي فتحي ومروان عطية على حساب أحد من زيزو ومن إمام يعني زيزو وإمام مناسبين جدا للحالة إن أنا لازم أكسب ولازم أطارد النتيجة إنما في الحالات اللي هي ممكن أنا ببحث عن توزن أكتر الاستخدام أوراق زي حمدي ومروان عطية ممتاز طبعا يا كريم أنا طبعا أهم حاجة إن شاء الله أنت وفيه كله لمنتخب مصر لكن أنا بختلف مع خليفة وبختلف مع أراء معينة في حتة زيزو وإمام عشور بالمناسبة في الاختلافات بس أوضح حاجة كمان للسادة المشاهدين هو حلوة الفكرة إن إحنا نقعد إن بخال التشكيلات دي إن كل واحد بيقول أفكاره وبرضو كل شوية عشان برضو الناس بيقول لك إيه الحق دول بيحط تشكيل منتخب مصر وفيتوريا يعمل إيه؟ فيتوريا يعمل لو أعايزه هو اللي يحط التشكيل الصح بنكتهد إحنا بندردش بالضبط يعني إحنا بنندردش مع بعض إنت دي قناعات وإنا عندي قناعات والناس كلها عندها قناعات في الأو في الأخير إحنا طبعا دعمين لمتخب مصر أي لعبة هي لعبة هي بقى عظيم أكيد أنا بالنسبة لي التشكيل الأفضل بالنسبة لي أنا في المباراة هو طبعا لازم نحط في اعتبارنا حاجة مهمة جدا كريم وهي إن في لعبة أو بالذات في نص الملعب على حسب زي ما خليفة كان بيتكلم على حسب سير المباراة على حسب المنافسة اللي يبقى قدامك أنت محتاج حاجة قصة كلها أنا بالنسبة لي بشوف إن طبعا محمد عبد المنعم وحمد حجازي ما فيش أي شك إن هما الاتنين الموجودين تتكلم على محمد هاني كباك رايت ليه محمد هاني مش عمر كمال هقولك بالضبط ليه كل واحد محمد هاني أفضل من عمر كمال في النواحي الهجومية والدفعية مع بعض عمر كمال في النواحي الهجومية عالي جدا ولكن في النواحي الدفعية شوف إن محمد هاني استغلال قويته في كاس عالب قاندي هتفرق ممتاز الناحية الثانية محمد حمدي فت رجلي في الملعب رجل بيشارك على طول أدواره اللي بيعملها هي نفس الأدوار بتاعت أحمد فتوح ولو إن أحمد فتوح باك لفت مفيش زيه في مصر بس القصة وأحمد فتوح لما تسكن بوقت مصر ومغرب لما لعب قدام واحد زي عاشر في حكيم وقدر يعمل بورادي سوف يشوف إن محمد حمدي فت واحمد فتوح مع الوقت هيبدأ يخش البطول ممتاز نين دخلت القصة بتاعت التلاتة اللي في نص الملعب والخناة هو ببساطة شديدة روي فيتوريا بيلعب التلاتة بتاعت نص الملعب كانه بيلعب أربعة واحد اتنين تلاتة الواحد ده بيبقى لعيب رقم ستة هيبقى واحد من الاتنين يا محمد النيني يا مران عطيه بنسبة مية في المية هيبقى محمد النيني هو اللعيب رقم ستة اللي مية في المية علشان هو عنده قناعات هو كان نتكلم قبل كده في كذا مرة في تصريحات هو محمد النيني بيشوفه لعيد كبير جدا طبعا لعيد كبير جدا طبعا طبعا نيجي بقى نتكلم على الخناقة اللي دايرة مين اللي يلعب ترقم تمانية أنا بشوف إن واحد زي حمدي فتحي هو اللاعب الوحيد من اللعيبة اللي بتقمرك بأدوار رقم تمانية اللي بيجمع ما بين إنه هو بيقدر يعمل لك النواحي الهجومية رغم إنه مهارته مش عالي أول لكن تواجده في الأنصاف المساحات دي وميزة اللعب بالراس اللعيب الوحيد اللي في التلاتة اللي في طوع نص ملعب منتخة مصر يلعب بدماغه وهيلعب على ناحية الشمال فإنت لما بتستغناش عن حمد فتح عن ناحية الشمال فهيتبقى لك كده رقم تمانية عن ناحية اللي مين كلام كان ما بين زيزو ولا إمام عشور هنا هقول لك زيزو ليه علشان زيزو على ناحية اللي مين هيقدم لك أفضل حاجة لإنه هو بالطبيعي بتاعه هيفضل يميل على الخط والسويتشات اللي بتحصل ما بينه وبين محمد صلاح إمام عشور لعب هاي بس إمام عشور في تمانية على الشمال مختلف تماما عن تمانية على اللي مين هتقولي طبعا في كاس عامل أن ده يا لعب علمين أنا معاك أنه لعب علمين ولكن هو تميزه أكتر في الناحية اللي على الشمال ليه عدلته ولما راجل بيقلتم له جوه وبيشوت تاني حاجة السورفات أو الأوبارات اللي هو بيعملها فأنا بفضل زيزو في بعض المبارات ولو إن إمام عشور في ميزة عن زيزو يا كريم إن إمام عشور استرجاعه للقرة أفضل من زيزو بكتير زيزو ما بيدخلش ما بيلتحمش ما بيستخلص فأنا بالنسبة لي محمد إنني رقم ستة حمدي فاتحي رقم ثمانية على الشمال وعلى اليمين هيبقى زيزو تلاتة اللي قدام مفيش طبعا قد نشاكل مصطفى محمد وفيرود مصر الرئيسي ومحمد صلاح على الناحية اليمين ولكن القصة كلها برضو نفس الحيرة على الناحية الشمال محمود حسن تريزيجي إرسل كروي مع منتخب مصر يا كريم كبير جدا وكل ما بينزل لازم يديه في المنتخب مصر ولكن في نفس الوقت اللي بيلعب أو اللي مصنف جناح الشمال موجود برضو وعمر مرموش بيلعب في إنترخت فرانكفورت مكسر الدنيا السلاتي سواء في كونفرنس ليج أو سواء في الدوري الألماني ومصنف من أسرع سبع لعيبة في الدوري الألماني التيمبو والوركريت بتاع مرموش قوي جدا وسريع جدا ولكن في الأول وفي الآخر بشوف أن يعني ما ينفعش عمر مرموش يقعد ولو أن أنت ممكن تحتاج عمر مرموش كافرت شوية فترزجي أو عمر مرموش أنا شايف أن الاتنين خمسين خمسين الاتنين هقدموا لك بنفس الأدوار ولو أن ترزجي خبرته مع المنتخب مصر هالي ممكن تفرق شوية عظيم جدا